اعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج التفاوضل والتكامل النهاردة ان شاء الله هنستعرض موضوع مشتقات الدلة القسية واللغارتمية هنتعرف على القواعد اللي هنطريها اشتق الدلة القسية والدلة اللغارتمية واشوف ايه الشروط او ايه الحاجات اللي لازم اكون واخب بالي منها وانا باشتق عشان ازبط المشتقات بتاعة هذه الدوالة تعالوا مع بعض نشوف المشتقات للدوالة القسية واللغارتمية المشتقات الدوالة القسية واللغارتمية اولا هنتكلم عن مشتقات الدلة القسية ذات الاساس الطبيعي اذا كانت دال سين بتساوي هيه اسسين فان دال شرطة سين انها المشتقة الاولى للدالة دال هتساوي هيه اسسين معنى كده ان لو باشتق هيه اسسين مشتقطة هيه نفسها هيه اسسين مفيش فيها اي تغيير طيب تعالوا نشوف نتيجة اللي انسميها قاعدة السلسلة اذا كانت عين دلة قابلة للاشتقاغ بالنسبة الى المتغير سين ودال عين بتساوي هيه اسسين وعايزين نشتق هذه الدلة لها هيه اسسين بالنسبة للمتغير سين فاقول كده مشتقت هيه اسسين بالنسبة للمتغير سين بتساوي هيه اسسين تنزل زي ما هيه زي ما قلنا من شوية ان الدلة الاسسية ذات الاساس الطبيعي لها هي اسسين او هي اسسين تنزل زي ما هيه بس انا بشتق القص اللي هو هه اللي هو عين اللي هو قص الهه بالنسبة لسين للمتغير سين يبقى لازم اضرب في دال عين دال سين يبقى مرة تانية مشتقط هه قص عين بالنسبة لسين هتساوي هه قص عين في مشتقط القص عين بالنسبة لسين تعالوا نشوف مثال المثال بيقول لي اوجد المشتقة الاولى للدلة صاب تساوي هه قص ثلاثة سين قص خمسة ادي الدلة بتاعتنا اللي صاب تساوي هه قص ثلاثة سين قص خمسة واقول دال صد دال سين بتساوي الدلة القصية زياد الاساس الطبيعي هه قص ثلاثة سين قص خمسة تنزل زي ما هي واضرب في مشتقط القص القص بتاعنا ثلاثة سين قص خمسة مشتقطه هتبقى خمستاشر سين قص اربعة بكده دال صد دال سين هتساوي خمستاشر سين قص اربعة مضروبة في هه قص ثلاثة سين قص خمسة طيب مثال اخر اوجد المشتقة الاولى للدلة صد تربيع بتساوي هي قص خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة نفس الكلام هكتب الدلة بتاعتي اللي هي صد تربيع بتساوي هي قص خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة واشتقط طرفين بالنسبة لسين خلي بالي المرة دي صد تربيع مش صد زي اللي قبلها مشتقط صد تربيع تبقى اتنين صد مضروبة تمام في دال صد دال سين تساوي لما نشتق بدلة قصية ذات اساس طبيعي اللي هي قص خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة تنزل زي ما هي واضرب في مشتقط القص مشتقط خمسة سين تربيع بعشرة سين والسالب ثلاثة مشتقطها بصفر لو قلت بالقسمة على اتنين بالقسمة للطرفين على اتنين يبقى صد في دال صد دال سين هتساوي عشرة سين لما اسمها على اتنين تبقى خمسة سين مضروبة في هي قص خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة انا عايز دال صد دال سين لوحدها خلي بالي ان صاد قدر استبدلها بالجزر التربيعي لقص خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة او هقول كده هي قص خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة قص نص دي ما كان الصاد وضربتها في دال صد دال سين هتساوي خمسة سين مضروبة في هي قص خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة ولو اسمت الطرفين على هي قص خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة لكل قص نص هنجد ان دال صد دال سين هتساوي 5 سين زي ما هي لاحظ ان هي قص خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة هي نفسها هي قص خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة قص نص في حالة القسمة تطرح القص هتديني هي قص خمسة سين تربيع ناقص ثلاثة لكل مرفوع القكرallenك ناقص واحد على اثنين او قص نص يبقى كده انا اجبت دال صد دال سين لوحدها وطبعا الطرف الايثر في المشتقة اللي احنا عايزنا مثال اخر اوجد المشتقة الاولى للدلة صاد بتساوي قا هي اوسسين دلة مسلسية دلة القا وكمان الزاوية بتاعتها هي اوسسين الزاوية بتاعتها دلة اوسسية زاد اساس طبيعي يبقى خبالي وانا بعمل عملية الاشتقاق اول حاجة انا اشتق القا يعني ما اقول صاد بتساوي قا هي اوسسين يبقى دل صاد دلسين هتساوي مشتقة القا كانت بقا الزاوية في زا الزاوية يبقى قا الزاوية هي اوسسين في زا الزاوية هي اوسسين تاك انا اشتق القا اشتق الزاوية بقى الزاوية هي اوسسين مشتقتها تمام تبقى هي اوسسين لان هي اوسسين مشتقتها زي ما هي يبقى دل صاد دلسين دلوقتي نقدر نكتبها بصورة مختصرة هي اوسسين في قا هيه أسسين في ضا هيه أسسين مثال آخر اوجد دلصات دلسين و دلتنين صاد دلسين تربيع يعني اوجد المشتقة الأولى والمشتقة التانية للدلة اللي فيها سين بتساوي هيه أسسين نون والصاب بتساوي نون تكعيم واضح هنا هشتغل بالاشتقاق البرامتري فنبدأ الأول بالسين ونحاول نشتقها بالنسبة للنون ما هي سين بتساوي هيه أسسين نون يبقى دلسين دلنون هتساوي الهي أسسين نون هتنزل زي ما هي واشتق القص بتاعها بالنسبة للنون اتنين نون مشتقتها بالنسبة للنون باتنين يبقى دلسين دلنون هتساوي اتنين في هيه أسسين نون طب نجي نتكلم عن الصاد اللي كان بتساوي نون تكعيد دلصاد دلنون تمام هتساوي 3 نون تربية انا عارف ان دلصاد دلسين بتساوي تمام دلصاد دلنون مضروبة في دلنون دلسين او بتساوي دلصاد دلنون على مقصومة على دلسين دلنون اللي هو الاشتقاق البرامتري نعملها بالاشتقاق البرامتري دالصاد دالسين هتساوي في البسط 3 نون تربية اللي هي دالصاد دال نون وفي المقام 2 في هي قص 2 نون اللي هي دالسين دال نون يبقى كده انا وصلت للمشتقة الاولى دالصاد دال سين عايزين نجيب المشتقة التانية اللي هي دال 2 صاد دالسين تربية هتساوي طبعا خارج قسم الدالتين كنا بنقول مشتقة البسط اللي هي مشتقة 3 نون تربيع ب6 نون واضربها في دالة المقام اللي هي 2 هي قص 2 نون ناقص دالة البسط اللي هي 3 نون تربية واضربها في مشتقة دالة المقام دالة المقام 2 في هي قص 2 نون مشتقتها تبقى 2 في 2 هي قص 2 نون يعني 4 هي قص 2 نون والمقام بتاعنا تربيع يعني 2 هي قص 2 نون لكل تربيع وما تنساش انت بتشتق تلاتة نون تربيع على اتنين هيقص اتنين نون بالنسبة للمتغير سين يعني المتغير اللي بشتقه اسم نون وبشتقه المتغير اسمه سين يبقى لازم اقول في دال نون دال سين ودي حتة مهمة جدا مش عايزين ننساها طيب نحاول نضرب ونجمع الحدود المتشابهة يبدال اتنين صاد دلسين تربيع هتساوي في البسط اتناشر نون مضروبة في هيقص اتنين نون ناقص اتناشر نون تربيع مضروبة في هيقص اتنين نون اما المقابه باربعة في هيقص اربعة نون ده مضروب في واحد على تمام اتنين هيقص اتنين نون يبقى المشتقه التانية هتساوي في البسط 12 نون خود عامل مشترك 12 نون في هي قس 2 نون وافتح قوس وبين قسين واحد نقص نون اما المقام هاضرب 4 في 2 ب 8 هي قس 4 نون في هي قس 2 نون به هي قس 6 نون يبقى المقام بتاعنا 8 في هي قس 6 نون هعمل اختصاراتي هاجد ان دا لتنين صاد دلسين تربية هتساوي في البسط 3 نون مضروة بين قسين في واحد نقص نون والمقام 2 هي قس 4 نون يبقى هادي المشتقة التانية للدلة تعالوا نتكلم عن مشتقة الدلة القسية للأساس هي اذا كانت دلسين بتساوي ألف قس سين خلي بالي الأساس هنا ما هواش الأساس الطبيعي مش هي دا اي عدد اي أساس ألف فان دا الشرطة سين هتساوي اشتقى ألف قس سين هتبقى ألف قس سين زي الهي قس سين بالزبط لكن هزود حاجة هضرب في لغاريتم ألف للأساس هي يبقى لما يكون الأساس طبيعي يعني هي أسسين مشتقطة هي أسسين طب لو كان الأساس ألف ما هواش هي يبقى أقول ألف أسسين زي ما هي واضرب في لغاريتم هذا الأساس اللي هو الألف للأساس الطبيعي هي كمان عندي نتيجة اللي هي قاعدة السلسلة بتقول لي إن مشتقط ألف قس عين بالنسبة لسين خلي بالك من الرموز ألف قس عين بالنسبة لسين هتساوي أدي ألف قس عين زي أي دلة قسية وطالما الأساس مش طبيعي فلازم أقول مضروبة في لغاريتم الأساس ألف بالنسبة لهي أو للأساس هي وطالما باشتقى عين بالنسبة لسين يبقى لازم أقول في دا العين دا لسين يبقى لازم نرتب المشتقة على مهلنا علشان ما نطلقبطش وما نغلطش تعالوا نشوف مثال بيقول لي اوجد المشتقة الاولى للدلة صب تساوي فتح نقصين تلاتة قسسين نقص واحد لكل قسسالة باتنين طيب انا اقدر اكتبها بطريقة اسهل شوية طبعا تعالوا نكتب الدلة بتاعتنا ايه صب تساوي تلاتة قسسين نقص واحد لكل قسسالة باتنين اقدر اكتبها صب تساوي تلاتة قسس اتنين نقص اتنين سين تعالوا نشتقاه دلصات دلسين هتساوي ادي الدلة القسية تلاتة قسس اتنين نقص اتنين سين وطلعوا الاساس مش طبيعي يعني مش هيه فلازم اضرب في لغارتن هذا الاساس اللي هو تلاتة للاساس هيه واضرب في مشتقة القس مشتقة اتنين نقص اتنين سين بسالب اتنين اقدر اكتبها دلصات دلسين بتساوي سالب اتنين في تلاتة قص اتنين نقص اتنين سين في لغة رتم تلاتة للأساس ه مثال آخر اوجد المشتقة الأولى للدلة صاب بتساوي اتنين مرفوع القص ق تربيع سين خلي بالي ان المراجد الدلة المسلسية ق هي القص بتاع العدد اتنين الأساس اتنين طيب نكتب الدلة بتاعتنا ونشوف نتعامل معاها ازاي ادي صاب بتساوي اتنين قص ق تربيع سين يبقى دل صد دل سين هتساوي ادي الدلة القصية اتنين قص ق تربيع سين واضرب فيه لغة رتم اتنين للأساس هي عشان الأساس مش طبيعي واقول فيه مشتقة القص خلينا نكتبها مشتقة دل ق تربيع سين بالنسبة لسين ونشتق القص على مهلنا يعني دل صد دل سين هتساوي اتنين ق تربيع سين في لغة رتم اتنين للأساس فيه مشتقة ق تربيع سين باتنين ق سين فيه مشتقة الق اللي هي ق سين في زا سين طبعا لو ضربت القا في ق تبقى ق تربيع يعني دل صد دل سين هتساوي اتنين في اتنين ق تربيع سين في لغة رتم 2 للأساس هي في قاتر بيع سين في زا سين ونقدر نقول ان ممكن كمان اضرب 2 قص 1 في 2 قص قاتر بيع سين ونجمع القصص يعني ده الصد للسين هتساوي 2 واحدة مرفوع لقص قاتر بيع سين زائد واحد مضروبة في لغة رتم 2 للأساس هي مضروبة في قاتر بيع سين في زا سين نكلم كمان عن مشتقط دلة اللغة رتم الطبيعي منقول اذا كانت دلة سين بتساوي لغة رتمي سين للأساس هي طبعا بشرط ان سين اكبر من صفر فان ده الشرطة سين هتساوي واحد على سين يبقى لما يكون بعمل عملية اشتقاق للغة رتمي سين للأساس هي وطبعا السين عشان تتحط جنب اللغة رتمي لازم تبقى عدد موجب يبقى المشتقة بتاعتها واحد على سين نحفظها علشان اتقابلني في المسائل تعالوا نشوف نتيجة يقول لي اسمها قاعدة السلسلة اذا كانت عين دلة قابلة للاشتقاق بالنسبة الى المتغير سين وده العين بتساوي لغة رتمي عين للأساس هي عايزين نشتق دلوقتي لغة رتمي عين للأساس هي بالنسبة المتغير سين يعني مشتقت لغة رتمي عين للأساس هي دي هتساوي واحد على عين مضروبة في مشتقة عين بالنسبة لسين يبقى واحد على عين في دا العين دا السين ونقدر كمان نقول عموما مشتقة لغة رتمي مقياس سين للأساس هي بالنسبة لسين هي واحد على سين لكل سين لا تساوي الصفر طالما حطنا مقياس يبقى احنا ضمننا ان العدد اللي جانب اللغة رتمي هو عدد غير سالب طمام وخمان شلنا منه الصفر يعني عدد موجب اكدنا انه هو عدد موجب لما حطينا مقياس سين وشرطنا ان سين لا تساوي الصفر ندرر النتيجة او قاعدة السلسلة ان مشتقة لغة رتمي مقياس عين للأساس تمام واحد على عين بس ما تنساش تضرب في مشتقة عين بالنسبة للمتغير سين حيث عين دلة قابلة للاشتقاق بالنسبة للمتغير سين مثال اخر اوجد المشتقة الاولى للدلة صب تساوي لغة رتم نصف سين تربيع زائد سين للأساس هي تعالوا نشوف انا تعالوا مع هذه الدلة ازاي ادي صب تساوي لغة رتم بينقصين نصف سين تربيع زائد سين والاساس بتاعنا اللغة رتم الاساس طبيعي لغة رتم الطبيعي او الاساس الطبيعي هيا دا الصد دا السين هتساوي اول حاجة هكتب في المقام نصف سين تربيع زائد سين وفي البسط مشتقط هذا المقام او مشتقط الدلال الجنب اللي غاريتم مشتقط نص سين تربيع هضرب 2 في نص تبقى سين زائد 1 وفي المقام نص سين تربيع زائد سين لو ضربت بسطا ومقاما في 2 هجد ان دل صدى للسين هتساوي 2 سين زائد 2 على سين تربيع زائد 2 سين مثال اخر اوجد المشتقة الاولى للدلال صب تساوي سين تربيع لغارة مسين للأساس هي واضح ان هي حاصل ضرب دلتين طيب تعالوا نشوف هنتعلم معها ازاي اللي ما يكون فيها لغارة هذه الدلة صب تساوي سين تربيع في لغارة مسين للأساس هي هقول دل صدل سين بتساوي هنشتق سين تربيع باتنين سين واسيب لغارة مسين لأساس هي زي ما هي زائد وهي رأسيب سين تربيع واضرب في مشتقط لغارة مسين للأساس هي خلي بالي انا بشتق لغارة مسين للأساس هي بالنسبة للمتغير سين تبقى مشتقطها واحد على سين طبعا لو ضربت سين تربيع في واحد على سين تبقى بسين يعني دل صدل سين هتساوي اتنين سين لغارة مسين للأساس هي زائد سين لو اخدنا سين عامل مشترك يبقى دل صدل سين هتساوي سين ونفتح قوس اتنين لغارة مسين للأساس هي زائد واحد مثال اخر اوجد المشتقة الاولى للدلة صب تساوي خارج قسم الدلتين سين مقسومة على لغاريتم سين للأساس هي خلي بالي برضو جابلي لغاريتم في المقام هنطبق القعدة اللي قالتلي لما كن باشتق خارج قسم الدلتين بعمل ايه تمام ادي صب تساوي سين في البسط ولغاريتم سين للأساس هي في المقام ده الصد ده السين هتساوي ادي شرطة الكسر اشتقنا البسط مشتقة السين بواحد وضربنا في دلة المقام اللي هي لغاريتم سين للأساس هي ناقص اشتقنا دلة المقام اللي هي لغاريتم سين للأساس هي باشتقها بالنسبة لسين تبقى واحد على سين وضربتها في دلة البسط اللي هي سين اما المقام لغاريتم سين الاساس هي الكل تربية البسط بتاعنا واحد في لغاريتم سين الاساس هي بلغاريتم سين الاساس هي ناقص واحد على سين دي ربطها في سين بواحد والمقام لغاريتم سين الاساس هي الكل تربية تعالوا كمان نتكلم عن مشتقة الدلة اللغاريتمية للاساس هي يعني مش اساس طبيعي الاساس الف المراضي نقول اذا كانت ده السين بتساوي لغارة ميسين للأساس ألف فإن ده الشرطة سين هتساوي واحد على سين بس هضربها في لغارة ميألف للأساس هي أنا كنا بقول لو كان لغارة ميسين للأساس هي كان مشتقطها واحد على سين لكن دلوقتي هشتق لغارة ميسين للأساس ألف تبقى واحد على سين في المقام بقى سين مضروبة في لغارة ميألف للأساس الطبيعي هي نقدر نقول تعميم للكلام ده ان مشتقط لغارة معين للأساس ألف بالنسبة للمتغير سين بتساوي واحد على تمام واحد على عين مضروبة في لغارة معين للأساس هي ما تنساش تضرب في مشتقط العين بالنسبة للمتغير سين تعالوا نشوف مثال اوجد المشتقة الأولى للدلة صب تساوي لغارة مي 5 سين للأساس 2 خلي بالي الأساس هنا 2 مش هي مهم جدا اقرأ الأساس بتاع اللغارة مي كام عشان اعرف هشتغل بأنهي قاعدة ادي الدلة بتاعتنا صب تساوي لغارة مي 5 سين للأساس 2 لما اقول دل صد دل سين هتساوي واحد على تمام 50 واضرب في لغارة مي 2 للأساس هي وخلي بالي اني قدر كمان اشتق خمسة سين بخمسة يبقى اضرابها بعد واحد على خمسة سين في لغارة مي 2 للأساس هي اختصر خمسة في البسط مع خمسة في المقام يبقى دل صد دل سين هتساوي واحد على سين لغارة مي 2 للأساس هي مثال اخر اوجد المشتقة الاولى للدلة صب تساوي لغارة مي 4 سين زائد 9 لكل تربيع للأساس 3 تعالوا نشوف هنتعامل معه اللغارة مي اللي جنبيه قوس تربيع ازاي ادي الدلة صب تساوي لغارة مي 4 سين زائد 9 لكل تربيع للأساس 3 ونقول دل صد دل سين بتساوي هنقول اتنين في 4 سين زائد 9 لها مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس يعني اربعة يبقى انا اشتقت اللي جنبي اللغارة وفي المقام هكتب اربعة سين زائد 9 لكل تربيع مضروبة في لغارة مي الاساس 3 للأساس هي البسط بتاعنا اتنين في اربعة بتمانية واختصر القوس اربعة سين زائد 9 مع قسم المقام يبقى دل صد دل سين هتساوي 8 في لغارة مي هي الاساس 3 اللي جنت في المقام لغارة مي 3 الاساس هي على اربعة سين زائد 9 يبقى انا كده قدرت اوصل لدل صد دل سين بصورة بسيطة تعالوا نتكلم كمان عن الاشتقاق اللغارتمي ونشوف امتى بلجأ لاستخدام الاشتقاق اللغارتمي هنقول يمكن التعبير عن العلاقة بين المتغيرات بصورة لغارتمية وذلك باخذ اللغارتمي الطبيعي لطرفيها واستخدام خواص اللغارتميات في تبسيط العلاقة قبل اجراء عملية الاشتقاق امتى بلجأ للاشتقاق اللغارتمي؟ تعالوا نشوف مثال يوضح لي الاشتقاق اللغارتمي هيقول لي اوجد دل صد دل سين للعلاقة وقالي العلاقة صب تساوي سين مرفوعة للقص 2 سين لاحظ معايا الاساس سين متغير والقص كمان سين متغير قبل كده كنا بنشتق هيه قص سين او الف قص سين لكن لو كانت سين قص سين او سين قص 2 سين فانا هلجأ للاشتقاق اللغارتمي واقول لو صب تساوي سين قص 2 سين وباخذ اللغارتمي الطبيعي لطرفيها العلاقة يبقى طرف الايمن لغارتمي صد للأساس هيه يساوي تمام الطرف الايصر لغارتم سين قص 2 سين للأساس هيه من خواص اللغارتمات الطرف الايمن زي ما هو الطرف الايصر لغارتمي سين قص 2 سين للأساس هيه قدر خليها 2 سين في لغارتمي سين للأساس هيه اقول باشتقاق طرفي المعادلة او العلاقة بالنسبة لمتغير سين اما اشتق لغارتي صاد للأساس هيه بالنسبة لسين تبقى واحد على صاد ما تنساش تضرب في دال صاد دال سين هتساوي بطرف الايصر اللي هو اتنين سين مشتكتها باتنين وثبت لغارة ميسين للأساس هي زائد وين اكتب اتنين سين واضربها في مشتقط لغارة ميسين للأساس هي اللي هي واحد على سين يعني اقول انه واحد على صاد ده الصاد ده السين هتساوي اتنين لغارة ميسين للأساس هي زائد اتنين سين في واحد على سين لو ضربت في صاد هيبقى الطرف الايمن ده الصاد ده السين هيساوي اتنين ضربناه في صاد في لغارة ميسين للأساس هي زائد 2 ضربناها في صاد لو خدنا 2 صاد عام المشترك يبقى ده الصاد ده السين هتساوي 2 صاد ونفتح قوس لغرط مسين للأساس هي زائد 1 ما تنساش إن صاد في أصل السؤال كان بتساوي سين قس 2 سين يعني ده الصاد ده السين هتساوي 2 وشلنا الصاد وعوضنا عنها بسين قس 2 سين ده أصلها وبنقصين لغرط مسين للأساس هي زائد واحد يبقى انا كده قدرت اشتق صاد بتساوي سين قس اتنين سين وصلنا لهذه المشتقة مثال اخر اوجد المشتقة الاولى للدلة صب تساوي سين مرفوع للقس جاسين برضو خلي بالي الاساس متغير والقس متغير يبقى دي هلجأ على طول للاشتقاق اللي غارتني ادي الدلة صب تساوي سين قس جاسين ونقول باخذ اللغارتم الطبيعي لطرفي العلاقة يعني اللغارتم الصاد للأساس هي هتساوي لغارتم سين مرفوع القس جاسين للأساس هي ايضا لغارتم طبيعي يعني الاساس بتاعه هي واقول من خواص اللغارتمات طرف الايمن زي ما هو لغارتم صاد للأساس هي هيساوي في الطرف الايصر القس جاسين اجيبه قبل لغارتم يبقى جا سين في لغرة مسين للأساس هي لو عرفنا وقدرنا نشتق الطرفين بالنسبة للمتغير سين اقول باشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة للمتغير سيني الطرف الايمن هيبقى واحد على صاد في ده لصد ده لسين اللي هي مشتقت لغرة مصاد للأساس هي الطرف الايصر اجا مشتقتها جته تمام واسيب لغرة مسين للأساس هي زائد وبعندك تبجأ سين واشتق لغارة ميسين الاساس هي اللي هي تبقى واحد على سين. طيب لو ضربنا الطرفين في صاد هيبقى الطرف الايمن ده الصاد ده السين. هيوساوي. صاد هضربها في جتا سين في لغارة ميسين الاساس هي زائد جاسين مضروبة في صاد على سين. نقدر نستبدل الصاد باصلها ليسين قس جاسين تبقى ده صاد ده السين بتساوي سين قس جاسين مضروبة في جتا سين في لغارة ميسين الاساس هي زائد جاسين تمام في صاد اللي هي سين قس جاسين على المقام سين. ناخد عمل مشترك. يبقى ده الصاد ده السين بتساوي سين قس جاسين عمل مشترك. وبين قس جاسين هيبقى جاتا سين في لغارة ميسين الاساس هي زائد جاسين مقسومة على سين. هنا في الاقواس يبقى ده مشتقط سين قس جاسين. شكرا لكم و الى اللقاء في حلقة القادمة ان شاء الله. اشتركوا في القناة